في قول الله تعالى فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِعُوا أَرْحَمَكُمْ الله عز وجل يتوعد المفسدين والقاطعين لأرحامهم بإيه؟ قال أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم سلم يا رب وكلمة الفساد في اللغة تعني الانحراف وتعني الانحلال وتعني الخروج عن الأعراف والتقاليد والقوانين زي ما إخوات سيدنا يوسف قالوا لسيدنا يوسف قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين فأي إنسان بيفسد في الأرض سواء بالمعصية سواء بتغيير الأرض بتغيير الجو بتغيير كذا كل ده من عوامل الإفساد في الحديث الشريف سيدنا النبي يقول لعن الله من غير منار الأرض منار الأرض يعني علامات الأرض حدود الأرض فأي إنسان يجور على حق صاحبه أي إنسان يجور على حق الدولة مثلا ويقططع جزء من أرض الدولة ويضمها ليه أو يجور على حق جاره ويقططع جزء ويضم ليه ولا يخذ من الطريق ولا يخذ من الطريق هذا فساد وإفساد لعن الله من غير منار الأرض فهنا الفساد بمعنى الانحراف والانحلال عموما وده للأسف يا سيدنا اللي بنشوفه دلوقتي بينطبق على الإنسان والنبات والهواء والماء ترجمة نانسي قنقر